مرحبا بحضراتكم مرة تانية وزي ما اتكلمنا في بداية الحلقة مبارح كان فيه اقبال من المواطنين على التبرع بالبلازما الدم وفرق التواصل المجتمعي كانت متواجدة في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والغربية والمينيا لتشجيع وتوعية المواطنين باهمية التبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما تحت شعار العلاق جواك شهدت خمس محافظات تدشين مبادرة التبرع بالبلازما وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ستة مراكز للدم على مستوى الجمهورية بدأت في استقبال المتبرعين وسط حالة من الفرحة والسعادة لمشاركتهم في هذا العمل الخيري وتوفير البلازما ومشتقاتها داخل مراكز الدم لإنقاذ حياة المرضى وعلاجهم المركز الإقليمي للدم بمحافظة المينيا أصبح هو الأول على مستوى الصعيد حيث شهد توافد عدد كبير من شباب محافظة المينيا استجابة لتلك المبادرة الرئاسية اتحاد شباب الجمهورية الجديدة كان له دور كبير في العملية التنظيمية ومساعدة المقبلين على التبرع تسهيلا عليهم بجانب نشر المعلومات التوعوية للحث على التبرع من أجل إنقاذ أرواح الآخرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة